موسيقى السلام عليكم مشاهدين في الخلاصة اليكم اهم ملفاتنا موسيقى على طاولة الفرقاء رأيا وسياسة بعد ست سنوات ونيف نواب يفكرون ببرامج لاغلاق للمخيمات موسيقى إلى التفاصيل اكد رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم على ضرورة دعم الحكومة الحالية بتنفيذ برامجها لا سيما اجراء الانتخابات المباكرة والنزيهة وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ان رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم في بغداد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم وبينا انه جرى خلال اللقاء بحث اخر المستجدات السياسية والامنية في البلاد والتأكيد على ضرورة دعم الحكومة الحالية في تنفيذ برامجها سيما اجراء الانتخابات المباكرة والنزيهة وتلبية مطالب العراقيين بتحقيق الاصلاحات المنشودة أذا وأكد رئيس الكتلة النيابية لتحالف عراقيون هشام السهيل اليوم ان تحالفه مع اجراء الانتخابات المبكرة وقال في بيان الله ان التحالف عراقيون مع اجراء الانتخابات مضيفا لقد اوضحوا انه بموجب القانون الحالي على مستوى القضاء هناك صعوبة باجراء الانتخابات وانهم يعملون مع الكتل لاجاد حلول لهذه الصعوبات الفنية كي تجرى انتخابات مبكرة هذا وأكد اتلاف دولة القانون بزعمة نوريا المالكية اليوم السبت انه لا يمكن اجراء الانتخابات المبكرة في البلاد فيما بينا سبب ذلك وقال القيدي في الاتلاف سعد المطالبي انه لا يمكن اجراء الانتخابات المبكرة لا سباب عدة منها عدم اكمال قانون الانتخابات وعدم اكمال المناصب القيادية في مفاوضية الانتخابات الجديدة وعدم وجود نصاب قانوني في المحكمة الاتحادية كشفت كتلة الفتح النيابية بزعامة الامين العام لمنظمة بدرهادي العامري اليوم عن اتفاق سياسي لاستيناف جلسات مجلس النواب بعد عطلة عيد الاضحى وقال النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي ان هناك اتفاق بين الكتل السياسية وهيئة رئاسة مجلس النواب على استيناف جلسات المجلس بعد عيد الاضحى لمناقشة ملف جائحة كورونا وعدد من القوانين المهمة ابرزها قانون الانتخابات واضف ان البرلمان سيناقش ايضا في جلساته التي ستعقد بعد العيد عدة ملفات ابرزها الطاقة وتداعيتها وتجديد التراخيص للشركات الهاتف النقال وانتهاك القوات الامريكية والتركية للسيادة العراقية اذا ولا تزال ازمة الانتخابات المبكرة واجراؤها محطة جدل بين الكتل السياسية التي لم تصوت الى الان على قانون الانتخابات وموعدها مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي مشكلة الانتخابات المبكرة في العراق باتت مؤشرا لوجود ازمة اكبر من الخلافات السياسية تتعلق باختلال نصاب المحكمة الاتحادية العليا الذي قد يحول دون اجراء الاقتراع اساسا وافضت نقاشات مطولة الى ثلاثة مقترحات بشأن موعد الانتخابات المبكرة الاول هو مطلع اكتوبر من العام القادم وهو التوقيد الذي تراه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مناسبا بينما تعتقد اطراف سياسية عديدة من بينها كتلة سائرون وتحالف القوى ان مطلع ابريل من العام القادم هو الموعد الافضل لاجراء الانتخابات المبكرة الامر الذي دفع النائب فايق الشيخ علي الى التساؤل عن طبيعة المواعيد المقترحة لموعد اجراء الانتخابات القادمة والتي تمت مناقشتها مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية في البرلمان الى ذلك اكدت عضو اللجنة القانونية النيابية الماسفاض الوجود تقارب بين الكتل السياسية بصدد مواضيع منها الجدول الزمني وتهيئة الامور اللوجستية لاجراء الانتخابات ولتقريب وجهات النظر اقترحت المبعوثة الاممية الخاصة في العراق جينين بلاسخارت ان تجرى الانتخابات في الاول من يونيو عام 2021 وبالرغم من التفاؤل الذي تبديه الامم المتحدة ازاء موعدها المقترح للانتخابات المبكرة اذ عاد تم تكون درجات الحرارة في اشدها خلال هذا التوقيت من العام ما يهدد من خفاض معدلات المشاركة المخفضة اساسا خلال الاقتراع الاخير عام 2018 ويرى خبراء قانونيون ان الازمة اكبر من مجرد خلاف سياسي بشأن موعد الانتخابات المبكرة اذ ان اختلال نصاب المحكمة الاتحادية العليا قد يحول دون اجراء الاقتراع اساسا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم عائلة الصحفي توفيق التميمي الذي اختطف من قبل مسلحين في شهر اذار الماضي واكد الكاظمين الحكومة تبدل قصارى جهدها لمتابعة قضية اختطاف الصحفي توفيق وانهاء معاناته وهي جادة ايضا بمتابعة ملف جميع المختطفين وحسم هذا الملف حيث باتت هذه الجرائم تعكر صفو الامن والاستقرار في البلاد وتؤثر على المكاسب التي تحقيقها القوة الامنية في ملاحقتها للارهاب وبسط الامن في عموم البلاد وبينا ان الحكومة لن تدخر جهدا في ملاحقة المجرمين والقتل وتقديمهم الى العدالة اكدت اللجنة القانونية النيابية وجود تقارب بين الكتل السياسية بصدد مواضيع او بعدد من المواضيع منها الجدوى الزمني وتهيئة الامور اللوجستية لاجراء الانتخابات والفنية ايضا واكتساب مكاتب المفوضية وقالت عضو اللجنة النائب الماس فاضل ان هناك عدة مقترحات تمت مناقشتها منها جمع عدة اقضية معا مبينة انه تمت مناقشة موضوع الدوائر المتعددة للوصول الى اللية بالسرعة الممكنة بغية اجراء الانتخابات في القريب العاجل واشارت الى ان التوافق على كل الامور غير موجود لكن لا يزال هناك بعض التباين في وجهة النظر موضحة ان هناك تقاربا اكثر بصدد مواضيع اخرى وهي الجدوى الزمني وتهيئة الامور اللوجستية والفنية واكتمال مكاتب المفوضية وكذلك تهيئة المستلزمات المادية رأى مختصون ان الحوار العراقي الامريكي يجب ان يأخذ منح المصالح المشتركة لا مصالح الاخر دون الوقوع تحت سيطرة طرف دون اخر الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية بدأ الجولة الاولى وانتظار الجولة الثانية والثالثة حقيقة هذا الحوار يستند الى التفاقية العراقية الامريكية تفاقية الاطار الاستراتيجي التي ابرمت عام 2007 وتم تنفيذها عام 2008 وثعلت على واقع الارض عام 2011 عندما طلب في وقتها السيد نور المالكي بانسحاب القوات الامريكية من العراق فعلا كان هناك تطبيق ثعلت مرة ثانية عام 2014 عندما طلب السيد العبادي التدخل الدولي لاسيم الولايات المتحدة الامريكية لمقاتل الداعش حقيقة لم يستفاد العراق من هذه الاتفاقية وهي فيها كثير فيها جانب اقتصادية وفيها جانب سياسي وفيها جانب امني وفيها جانب معلوماتي وتكنولوجي ولكن العراق فقط استخدم فقط الجانب الاستراتيجي العسكري ليوجود ضغوط حقيقة اقليمية عربية وغير عربية للحد من هذه الاتفاقية امريكا هي الدولة الاولى في العالم وهي المسيطرة تقريبا على شؤون كل الدول العالمية شئنا ام ابينا واليوم نحن يعني اتجاه الحوار الامريكي العراقي ويكون هذا الشيء يعني اذا كان يأخذ منحة انه كل بلد او كل محاور يريد ما يفيد بلده وليس لمصالح واجندات اخرى او انه يأخذنا لمجال الوقوع باحظان امريكا هذا الشيء اكيد يكون من صالح العراق ولكن الجميع يعلم ان الامريكان مصالحهم فوق كل شيء المفاوضات العراقية الامريكية مهمة جدا وذكرت في عدة لقاءات انه يجب على الدبلوماسي العراقي ان يتحلى الوطنية وتكون المصلحة الوطنية نصب عينيهم وان تكون المصلحة الوطنية هي الاساس اساس التفاوض تفويض المصلحة الوطنية العراقية على حساب المصالح الاخرى لان المفاوضة الامريكية يأتي وهو يفضل مصلحته فلذلك يجب علينا ان تكون المصلحة الوطنية هي الاساس في اساس هذا التفاوض لكن هي مهمة جدا تحديد اطر العلاقة بين العراق والولايات المتحدة مهم جدا لان هذا يتعلق عليه مصير اجيال لسنوات قادمة ويجب على الولايات المتحدة ايضا ان تسعى للحفاظ على علاقات جيدة مع العراق لان هي من يناشد ويقول بانه جاء بالديمقراطية الى العراق فلذلك هي ليس من مصلحتها ان العراق يعاني من هذه المشاكل فلذلك هي مصالح متبادلة بينها دعا النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربوليا اليوم الحكومة الى الالتزام بوعودها وتنفيذ قانون التعويضات ليتمكن النازحون من بناء دورهم مشيرا الى ان النازحين يطالبون بالتعويضات لبناء سقف يستظلون به وليس الذهاب للمصائف وقال الكربولي في تغريدة اللهو على منصة تويتر تعاملت كل الحكومات مع النازحين بمنهج ظلم واحد وضم الواحد ايضا فزادت من واقع كارثة داعش وحولت بيوتهم الى ركام وانقاض عبر القصف العشوائي وبين انه من واجب الحكومة الالتزام بوعودها وتنفيذ قانون التعويضات ليتمكن النازحون من بناء دورهم واكد الكربولي ان النازحين يطالبون بالتعويضات لبناء سقف يستظلون به وليس الذهاب للمصائف هذا وكشف رئيس لجنة الهجرة النيابية النائب رعدالدهلكي اليوم عن دراسة شاملة لما تبقى من مخيمات النازحين في البلاد وقال انه اجرى زيارة ميدانية مع وزير الهجرة لعدة مخيمات في الموصل للاطلاع ميدانيا على اوضاع الاسر وبيان احتياجاتهم الانسانية وهم يعيشون اوضاعا انسانية صعبة مؤكدا الشروع بدراسة شاملة لملف المخيمات من اجل الاسراع بملف عودتهم الى مناطقهم المحررة وحل كل الاشكالات الموجودة بالتنسيق مع الحكومات وفي الشان ذاته كشف مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشا عن قيم منظمة الهجرة الدولية بدفع مبالغ مالية كبادل ايجار لأسر تم اوتروم العودة من مخيمات النزوح الى مناطق سكناها المحررة وقال ابو ريشا في تصريح صعفين الحكومة المحلية وبالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية اي او ام تكفلت بنقل خمسين اسر نازحة من مخيمات النزوح في قضاء عمرية الصمود جنوب مدينة الفلوجة الى مناطق سكناهم المحررة من خلال دفع بدل الايجار لتلك الاسر فضلا عن ترميم منازلهم المتضررة جراء العمليات الارهابية واضف ان المنظمة وزع ثلاثمائة وعشرين دولارا كبدل ايجار لكل اسرة عادت الى مناطق سكناها المحررة ولمدة ثلاثة اشهر هذا وشرعت قيادة العمليات المشتركة بتخصيص قوات امنية لجميع المنافذ الحدودية وذكرت القيادة في بيان انه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة شرعت قيادة العمليات المشتركة بتخصيص قوات امنية لجميع المنافذ الحدودية مشيرة الى ان حجم القوة الامنية المخصصة سيكون حسب طبيعة كل منفذ واشارت القيادة لانه تم تحديد مسؤولية الحماية للمنافذ كافة على قطعات الجيش العراقي وعلى المنافذ البحرية والمنافذ البرية وابينت ان هناك عشرة منافذ برية واربع بحرية اصبحت بحماية كاملة للمنفذ والحرم الجمركي وان هذه القوات مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة اية حالة تجاوز ومن اية جهة كانت هذا وتعتبر المنافذ الحدودية سواء البرية او البحرية من المصادر الرئيسية في رفض موازنات الدول الا ان في العراق الموضوع مختلف فارادات المنافذ تذهب اغلبها الى الاحزاب وجهات متنفذة باعتراف نواب ومسؤولين الى التفاصيل يعتبر حجم الاستيرادات العراقية عبر منافذه الحدودية البالغ 14 منفذا واسعا جدا ويشمل 130 دولة لكن سيطرت بعض الجهات على المنافذ الحدودية تسبب بهدر ثمانية مليارات دولار سنويا بحسب رئيس الهيئة كاظم العقابي فيما كشفت جهات متعددة عن حجم الفساد والهدر بالمال العام منهم مقرر اللجنة المالية البرلمانية احمد الصفار اذ يقول ان من 10 الى 20% فقط من ارادات المنافذ الحدودية تعود الى خزينة الدولة فيما تذهب وقية الارادات الى جيوب الاحزاب وبعض الشخصيات السياسية المتنفذة العراق يمتلك 14 منفذا حدوديا بريا وبحريا مع دول الجوار من ضمنها 5 منافذ في اقليم كردستان كل تلك الاسباب دفعت الحكومة الى اعادة النظر بهذه الملفات والجهات المسيطرة عليها وضرورة اخضاعها لسلطة الدولة عبر جملة من القرارات المهمة اولها باحكام سيطرة قوات جهاز مكافحة الارهاب عليها وتغيير عدد من مدرائها تعزيزا لعمل هيئة المنافذ باحكام سيطرتها الصارمة من خلال صلاحيتها القانونية في الاشراف والرقابة والتدقيق والتحر الامني على كافة الدوائر العاملة في المنافذ بما يحقق توجهات الحكومة ودعم الموازنة الاتحادية من خلال تعظيم الارادات ويعاني العراق من ازمة مالية بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض اسعار النفط حيث تشير المؤشرات الى ان رواتب الشهر المقبل قد لا تتمكن الحكومة من دفعها وهذا ما اعلنته قيادة العمليات المشتركة بان عشرة منافذ برية واربع بحرية اصبحت بحماية كاملة للمنفذ والحرم الجمهوركي لافتة الى تخصيص قوات امنية لجميع المنافذ اذا مشاهدين لتفاصيل اكثر حول ما جاء في خلاصة هذه الليلة من مجمل المواضيع السياسية والخدمية ايضا ينضم الينا هنا في الاستوديو الكاتب والصحفي سيد فواز الطيب اهلا بك سيد فواز معنا في الخلاصة اهلا بك بداية يعني اختلفت الاراء حول اجراء الانتخابات يعني لو نبدأ بمثل هذا الموضوع من عدمها طبعا هل تعتقد بان الكتلة السياسية اليوم الحالية اعني احزاب السلطة تحديدا هي فعلا مع اجراء تلك الانتخابات ام لا الاحزاب اللي موجودين حاليا يعني وخاصة اللي مشاركين بالحكومة يتمنون تكون الانتخابات باقرب وقت والسبب؟ السبب انه كل ما رح يزيد الوقت رح نكشف عمليات فساد اكثر اوراق سياسية اكثر سلبية يعني عليهم كثير من القضايا قد القضاء ياخذ بها قرار كثير من القضايا قد المجتمع الدولي الا بيها قرارات ايضا في ذلك فهم كل ما يكون الوقت اقرب باعتقادي لهم افضل وهذا ما اكتشفوه هم اخيرا يعني بعد ما صار الضغوط دولية وحتى محلية من الشارع العراقي فشافوا انه من مصلحتكم انه تكون الانتخابات قريبة يعني ماذا عن القاعدة الشعبية التي لهم يعني كانوا يعتمدون عليها في الانتخابات الماضية هم لا يعتمدون على القواعد الشعبية بصورة عامة كإطار عام للانتخابات هم يعتمدون على نفوذهم في مؤسسات الدولة وهذه ايضا يعني هم كل ما راح تكون الفترة قريبة المؤسسات ما زالت تحت ايديهم يعني مخارجا عن طور تعليماتهم وما الى ذلك السيد مصطفى الكاظمي لم يستطع ان يحرر الوزارات من نفوذ الاحزاب والكتل او ما يسمونها يعني الدولة العميقة طيب سيد فواز يعني ما رأيك باهم مقاومات جرال انتخابات يعني اليوم احنا لحد الان لا يوجد تعداد سكاني لسكان العراق ايضا هناك مناطق الى الان هي لم تحل مشاكلها سواء كانت من ضمن هذه المواد يعني عودة اهلها الى سكناها نتحدث عن المناطق المحررة وايضا مناطق خاضعة لقانون او المادة 140 من الدستور العراقي وايضا هناك موضوع اخر لدينا اشكالية مع الجماهير الجماهير التي ربما فشلت بالخوض في الانتخابات حتى في السابق يعني او خابت امالها بعد هذه عملية الانتخابات كل هذه هل تعتقد انه فعلا اليوم هناك مقاومات حقيقية على الارض ممكن اجراء هذه الانتخابات وفق هذه المعطيات يعني الى هذه اللحظة المساحة الحرة لانتخابات حرة غير موجودة واعتقد راح يكون تكون المقاطعة اكبر من انتخابات 2018 بهذا الوضع الذي نحن عليه هناك ارتباء كبير في الجانب الامني هناك خطف هناك اعتقالات هناك ضغوط كبيرة على المواطنين القوانين يعني الى حد الان غير واضحة من البرلمان العراقي قانون الانتخابات لحد الان ممصادقين علي ولا نعرفه راح يطلع يعني هل هي مناطق جغرافية هل هي على اي قانون اي نظام سانت ليغو او غيره هذا ايضا غير واضح بالنسبة للأحزاب وحتى للشعب يعني للحكومة وللأحزاب المتنفذة والسلطة هي غير واضحة فكيف للمواطن يعني الذي يسكنها بالضبط ما شفنا لحد الان اي حزب وطني جديد يظهر على الساحة او حتى تجمع او تحالف نفسهم الاحزاب او رؤساء الكتن او بعض الشخصيات السياسية داي فرون يعني بنفس الدائرة ماكو يعني حزب جديد او جماعة جديدة يعني هناك انبثاق لعدد من التحالفات ربما في الآونة الاخيرة يعني التحالفات نفس الشخصيات تدوير لنفس الشخصيات تحت شعار مختلف يعني شعارات وكلها تحشي بالوطنية وكلها تحشي بصلعة الشعب لكن كسلوك وكتطبيق ما شفنا شي لا من الحكومة ولا حتى بصراحة من الاحزاب المتنفذة وحتى غير المتنفذة طيب ما الدائع الذي يجبرهم على تغيير مسميات وتبقى الخطط في الداخل هي كما هي ولديهم قاعدة موجودة كما ذكرتم يعتمدون على نفوذهم الموجود في دور الدولة وغير ذلك الى حد الان يعني اكو عنصرين مهمين في الانتخابات هو النفوذ يعني في مؤسسات الدولة والمال المال الاسود طبعا وليس المال الابيض او مال الشخص نفسه يعني لا يعني اللي مسيطر على الانتخابات هو المال الاسود تنزل اموال كبيرة جدا يعني بملايين وقد تصل يعني الى ارقام اكبر من هذه التي يعني تظهر في فالاعلام لادارة الانتخابات وطبعا ما اكو قانون يسأل من اين لك هذا من كيف جبت هاي الاموال ما مصدر هذه الاموال كل هذا غير موجود ولهذا كما تفضلت انت وقلت انه هم من مصلحتهم انه الانتخابات تكون قريبة ما زالوا مسيطرين ما زال تحت ايديهم اموال كبيرة اذا تأخر يعني هذا الحديث الذي نسمعه اليوم في وسائل اعلام من قبل المعنيين او المسؤولين في الدولة يقولون بانه اجراء الانتخابات نحن معها اجراء الانتخابات المبكرة ولكن من غير الممكن اليوم اجراء الانتخابات وفق المعطيات هل تعتقد فعلا المعطيات المتاحة لاجراء او مقاومات اجراء الانتخابات اللوجستية كماليا ولمفوضة الانتخابات وانا نتحدث متاحة فعلا ام انها ستواجه بعقبات قد تكون هي اصلا من الكتل السياسي تعترض على اجراء الانتخابات يعني عكس هذه المعادلة يعني كمعدات وكأدوات هي متوفرة يعني من الانتخابات السابقة موازنة الغير بالتوفر هو المال يعني المفوضية تشتكي من المال ما حولونا الاموال الكافية ما حولونا حصصنا ما حولونا الطلبات اللي قدمناها ما حولوا ما حولوا فقط المال يعني ولا يوجد عائق فني للموضوع المال وتوزيع الواجبات وتهيئة الاستمارات والصناديق وما الى ذلك ما الانتخابات لكن الاحزاب غير متهيئة بشكل صحيح ما كان اكو نوايا صحيحة لاجراء انتخابات حقيقية كل النوايا يعني التي ظهرت من الحكومة وحتى عندما نقول الحكومة اقصد بشقيه التنفيذي والتشريعي النوايا كانت غير موجودة وغير مطمئنة حتى للشعب اكو يعني الى حد الان عدم ثقة بين كل الاطراف بين الشعب والمنظومة السياسية المنظومة السياسية كطوائف فيما بينها لا يوجد اي ثقة ده يزداد الاحتقان ويزداد الكره ما بين حتى الطوائف بسبب غياب القانون غياب الدولة غياب مؤسسات الدولة النفوذ او السلاح المنفلت الجماعات المسلحة اللي مسيضرة على كثير من القضايا في المحافظات وحتى في بغداد طيب ما ذكرته هو فعلا واقع على الارض لكن في الحقيقة لحد الان يعني ايضا هذا جانب مهم سيد فواز يعني لحد الان يعني مشكلة تشكيل كيانات وحزاب جديدة هم نفس الشخصيات كما تفضلت يتغيرون او يدارون في دائرة واحدة لكن دعنا نتحدث عن مثلا متظاهري تشرين لعنى نتحدث عن مفكري العراق نتحدث عن تلك القامات التي في البلد يعني لحد الان لم يبرز ذلك الكيان المستقل فعلا وهو مع الشعب والذي ربما يروج لنفسه حتى عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي لم يخرج ولم يبرز مثل هذا الكيان كي يكون هو يعني بالصف مع تلك الاحزاب وهو الندء لهم فكيف يمكن اليوم يعني نتحدث عن ثقة ونحن ليس لدينا من يمثلنا وهذا ما طرح حتى بتشكيل الحكومة تشكيل حكومة الكاظمي يعني كان هناك حديث من هي جهة التي نتحدث معها ونتفاوض معها من المتظاهرين فمن هذا القبيل سيد فوس كيف تقرأ مثل هذا المشاهد يعني السؤال صار به شقة نعم شقة الاول يخص المنظومة السياسية بالتأكيد ويوجد فيها جهات أو شخصيات تصلح لإدارة الدولة طيب نعم يوجد حتى نكون منصفين يعني يوجد في المنظومة السياسية بعض الشخصيات الجيدة التي تقدر تنقذ العراق وتذهب به إلى الدولة المدنية دولة المواطنة مثل ما يريد الشعب لكن النفوذ مو بيدهم النفوذ بيد جماعات أخرى بصراحة هي مسيطرة على مفاصل الدولة وهذا موجود يعني حتى نكون واضحين وهي نفسنا ونكون واضحين وهي الناس الجهات الولائية اللي هي تابعة لإيران ما زالت في الدولة العراقية هي الأقوى وماكو دولة طبعا اكو نفوذ طائفي يعني ماكو دولة حقيقية مو باسم الدولة من سيطرين لا باسم الطائفة من سيطرين باسم الولاء لإيران من سيطرين جناح المقاومة يسوهم جماح الولائيين المهم هما عندهم مشروع ومنهج في العراق هؤلاء هم الأقوى لحد الآن من الطرف الآخر بدليل أنه مثلا انقتل بالمظاهرات أكثر من 600 مواطن عراقي ولم يهتز القضاء يعني شعر من رأسه على هؤلاء ولا الحكومة ولا أي طرف حتى المجتمع الدولي كان كاذب في كل تصريحاته وبياناته يعني ما سوى أي شيء لا بمجلس الأمن ولا بالأمم المتحدة ولا منظمة العفو الدولية ما هذا سبعت أشهر من مواطن يعني بيانات تبريد خاطر لا أكثر ولا أقل حتى المجتمع الدولي في هذا الموضوع بصراحة عليه علامات استفهام كبيرة بالنسبة للشعب يعني من جانب الشعب الشعب ماذا يلقي المساحة الحرة للمشاركة السياسية الحقيقية الكفاءة والإنسان المحترم والشيخ المحترم الأستاذ المحترم من يريد يشتغل سياسة ما يلقي المساحة الحرة لأنه ينقتل لأنه ينذل لأنه يهان ده تعرف الشأنه هذا ما عنده ظهر ده يريد يشتغل سياسة نظيفة كذا فما نلقي المساحة الحقيقية وتشوف أغلبهم في عمان والإمارات وتركيا وأوروبا وهذه الشخصيات وده يخدمون تلك البلدان ماذا يخدمون العراق بصراحة المناصب ليست بيد الكفاءات والشخصيات الجيدة بالعراق وهذه المنظومة هي هاي الإشكالية يوم اللي طلعت المظاهرات أول كلمة قالوها نبحث عن وطن نريد وطن هم ده يقولون يعني دولة يعني قانون يعني مؤسسات هذا يقصدوا بالوطن الوطن موجود وين يروح لكن يعني التعبير ما لهم كان مجازي نريد وطن طيب من نقول نريد وطن يعني وطني عزني يحفظ كرامتي يحفظ حقوقي هذا اللي كان ده يريده المواطن هذه المنظومة إلى حد الآن كسلوك وكبرامج إلى حد الآن مرتحقق هذا شيء للمواطن العراقي هذا الجانب الأساسي لكن هناك اليوم خرج ائتلاف دولة القانون بتصريح أنه يعني لا انتخابات مبكرة في العراق برأيك لماذا يروج ائتلاف دولة القانون إلى مثل هذه الفكرة دولة القانون يعني دي يتكلم عن حرب أهلية أكثر من أي شيء آخر كيف يعني؟ أكثر من الانتخابات أكثر دائما يلمح هناك خطورة مؤامرة هناك مؤامرة هناك كذا وهذه معناتها يعني حرب أهلية ده يذهب إلى هذا الجانب وهذا الحزب ودولة القانون معروفين بهذا الشيء يعني وسفكوا دماء كبيرة في العراق إلى 17 سنة بحروب وهمية وبإعلام مظلل وبكثير من القضايا لو تحسب يعني اليوم عندنا مليون ضحية بالضبط تقريبا إذا مو أكثر يعني يعني ما عندنا إحصائيات حقيقية لكن الضحايا أكثر من مليون مدن كاملة دمرت قرى مستشفيات مرتكزيات حيوي الجيش كلها انهار مؤسسات الدولة كلها انهارت بهذا المنهج وبأسلوب دولة القانون من المستحيل هؤلاء يستطيعون أن يديرون دولة لا بتصريحاتهم ولا بإعلامهم ومع ذلك لحد الآن الإعلام كله وحتى بعض السياسيين يتجهون إلى دولة القانون أو سيد نوري المالكي يعني شخصيا وكأنه يرون به الموقع يعني ربما هم وجهة نظرهم وهذا شيء عجيب وغريب وجهة نظر خاصة بهم طيب إذا ممكن زميل المخرج نشوف التغريدة للسيد محمد الكربولي لكن لحين تجهيزها بات بالمسرح السياسي والشعب العراقي إلى موضوع آخر ننتقل يعيش على تصريحات فقط على السؤال من هنا وهناك ونتحدث هنا عن مشكلة المختطفين والمغيبين كيف ترى مثلا أو عفوا عن مشكلة النازحين كيف ترى اليوم ملف النازحين هناك لحد الآن لا يزال هذا الملف هو قيد الحديث والمناقشة والدراسة أيضا كيف تقرأ؟ طبعا هذه المشكلة من 2007 موجودة يعني قضية النازحين والمهجرين للعلم موجودة من سنة 2007 وليس اليوم وبدت تتصاعد وبدت تترحل هي ذروتها كانت في 2014 هذه المشكلة إلى فترات لاحق إلى ما وصلنا 2011 حتى صارت ضجة بالبرلمان العراقي أن الأطراف السنية تحديدا ما قبلت الصادق على الاتفاقية الأمريكية العراقية بخروج القوات الأمريكية والمعاهدة الأمنية التي في وقتها وقعوا عليها قالوا من صادق على هذا العفو القرار إلا إذا حلت مشكلة النازحين والناس المهجرين والمحتقلين والمغيبين من ذاك الوقت يعني السالفة كلش قديمة ودائما يعني حتى الجماعات السنية دائما يرحلون المشكلة ومنتصل مرحلة انتخابات يجيبوهم يلا وقع يلا ارفع عيدك يلا كذا هاي انحلها إن شاء الله وطلعوا عهد مكة وطلعوا معرف حرمة الدم العراقي وطلعوا معرف كم معاهدة وإش كم اتفاقية وإش كم كذا اتفاقات سياسية أخرى ولكن لم يتحقق أي شيء هناك منهج منهج مفقود منهج الدولة العراقية مفقود من أجندات هذه المنظومة السياسية واليوم راح يدخلون انتخابات إذا بهذه الوضعية فعلا دخلوا انتخابات راح يرحلون نفس المشاكل يعني عندنا مشاكل المهجرين والنازحين والتعويضات والمعتقلين والمغيبين وكلها راح تترحل مرتلق باتفاق سياسي حتى فلان يصير رئيس وهذا يصير رئيس برلمان والآخر يصير رئيس جمهوري نعم خلي نشوف احنا التغريدة الآن ناب محمد الكربولي نشرها على حسابه في تويتر قال لقد تعاملت كل الحكومات مع النازحين بمنهج ظالم واحد فزادت من وقع كارثة داعش وحولت بيوتهم إلى ركام وأنقاض عبر القصف العشوائي نركز لي بها هاي من واجب الحكومة الالتزام بوعودها وتنفيذ قانون التعويضات ليتمكن النازحون من بناء دورهم النازحون يطالبون بالتعويضات لبناء السقف يستظلون به وليس الذهاب إلى المصائف قصفتين أو ثلاثة بها هاي المسألة موشكين؟ ايه نعم سيد محمد الكربولي تصريحاته جريئة بصراحة لكن انت من تجي مثلا محمد الكربولي وهي اي جماعة؟ مثلا من فريق التحالف الكربولي تحالف الكربولي معامن مع البناء البناء منه؟ البناء يعني هذي العامري والمالكي هم اللي سووا كل هذه هم اللي قصفوا أهلنا وهم اللي قصفوا عشوائي ليش تتهم هاي الجهان؟ ليش تتهم هاي الجهان؟ لا وانت شوف اليوم تشتغل سياسة ومشاركوا بعملية تحرير وليس بي هو ده احشي على تغريدته نعم ده احشي على تغريدته ربما رأيه مخالف لي رأيه لكن ده احشي على تغريدته الكلام يخالف السلوك السلوك هو رايح وي تحالف البناء ومتفاق وي جهة هي القاصفة وهي المغيبة أهلة وهي اللي مدمر أهلة وهي اللي تعيش بالمصايف وأولادهم بالخارج وهو رايح متفق وياهم ده تعرف الشون؟ هذا يعني فتشي بصراحة شيزوفرينية يعني التصريح انت أما تكون موقف شخصي أو حزبي يعني تابع لحزبك وجماعتك وما تروح انت ويا جناح الإيراني ببضبط هالشكل وتريد تصلح وينكو هيجش يعني مثل ما تجيب نار وبنزين وتريد تسوي إصلاحه يعني فرد منطقة بصراحة غريب والمشكلة ليس يعني فقط عند السيد الكربولي كثير من السياسيين هذا منطقهم يعني أكفت ملاحظة يعني مثلا بالموصل رادوا يعني يكسرون حاجز الطائفية فيوما راحوا إلى قوائم أخرى من خارج مدينتهم ما راحوا إلى قوائم مدنية أو قوائم وطنية راحوا إلى أحزاب شيعية زين مو أنت يعني شون راح سيب دينك ومذهبك حتى هذا يصلح وضعك ربما يعني هو المنطق يكون هو الخروج بشكل وطني أفضل من النظر بالطائف ولكن الأسلوب خاطئ أو الاختيار خاطئ وانت شون يعني ما مفهومة هذه انت رايح تريد تشتغل وطنية تروح يوم حزب ديني آخر يعني شون ما أنت تتحرر من طائفة تتحرر طيب المسألة الأخرى في التغريدة سيد فواز هو أشار أنه يجب على الحكومة تفعيل قانون التعويضات يعني برأيك مثل هذا المطلب هو حقيقي اليوم في مثل هذه الظروف هو مجرد كلام عزيزي لا لا هو هو الرجل يعني هو الرجل ده يحكي من أكبر كتلة يعني اليوم نحن مواتب عندنا مشكلة هو عنده أكبر كتلة بالبرلمان طيب زين ومتحالف وي أكبر كتلة اللي هم كتلة البناء ربما يستخدمنا للمسمحات يقولون أحنا الكتلة الأكبر من هو الحكومة بسريد أعرف هو ده يحكي ويامن من هو هي الحكومة أنت الحكومة أسأل سيد الحلبوسي يجمع النواب ويصدر قرار أنت الحكومة من هو الحكومة يجمع النواب ويضغط على رئيس الوزراء يجبر رئيس الوزراء شنو هالمنطق هذا أهلنا وكذا ومصايف ومظايف يعني هذا الكلام عليه هذا كلام إنشائي استهلاكي يعني ضحك على الضقون يعني أسأ كلهم بهذا الكلام ويروحون مرتلغ أكو صفقات ده يصير اليوم بالوزارات وبالدوائر وحتى فراش المدرسة ومن نفس الجهة اللي ده يتحدث بيها السيد محمد الكربولي وتحديداً أحكي لكم من الموصل حتى أكونوا إياك واضح حتى فراش المدرسة يساومون عليه يشترون المدراء الدوائر يشترون الموظفين يشترون المحافظة بكل شي ده يدخلون يعني الكلام وين والسلوك والتطبيق وين يعني هذا اللي أهلكنا يعني كفى هذا يعني الاستهزاء يعني من الشعب هو الرجل يعني أنه محمد الكربولي هو عضو لجنة الأمن والدفاع هذا أيضاً أنت يمكن شارد عن ذهنك الآن يعني هو يتحدث عن ملفات كثيرة خاصة المغيبين تحدث عنهم في مسألة المختطفة المختطفة نعم سيد فواز هو رجل أشار في مسألة الإفراج لا أنت قص من شخص السيد محمد الكربولي لا لا هو أيضاً تحدث عن هذه المسألة يعني إذا هو باللجنة الأمنية قتلك وإذا هو من أكبر كتلة وهو المتنفذ وهو هم أصحاب القرار بالبرلمان وهم اللي نصبوا رئيس البرلمان واختاروا أكبر عدد من الوزراء هم هم منه يعني ويامن ده يحجي ويام ده يحجي ويه الشعب لو ده يحجي ويه نفسه أنا مو يعني مو عفواً على شخص السيد الحلبوسي أو حتى احتراماتي لهم ناس سياسيين وذي يشتغلون لكن آه دعا أتكلم على المنطق طيب طيب يعني خليني أتكلم يعني على هذه النقطة أيضاً أساسية وكأنك يعني من خلال تصريحك أو يعني قراءتك وتحليلك للمواضيع أحس أنه اليوم السياسيين خاصة السنة ربما هم يعيشون ضمن إطار الشعارات يعني تصريحاته مجرد توجيه إلى الشعب وهي بما يتحدث به لسان الشعب ولكن التنفيذ يكون فعلاً هم ملتزمون يجب أن يكون ملزمون به عفواً ولكن التطبيق هو ليس كذلك يعني كل الأطراف للإنصاف ليس فقط الطرف السني نعم كلهم بالإعلام شيء وبالكواليد شيء آخر هذا يعني واضح يعني سنوات يعني ما معقوله إحنا نلدغ من نفس الجحر أكثر من مرة يعني تابعناهم وشفناهم وجربناهم أكثر من مرة الكلام في الإعلام شيء ووراء الكواليد هم شيء آخر هذه حقيقة ولهذا آخر انتخابات اللي طلع من الشعب ما يتجاوز الخمسة عشر بالمية يعني أنت أكو خمسة وثمانين بالمية زين ما عنده ثقة ولا يعترف بعد بالموضوع السياسي وهذا خمسة وثمانين بالمية اللي ما شارك بالانتخابات أعادت نفس الوجوه مرة أخرى آني آني وياك لأنه ما عنده حل آخر شوف الشعب ما كان عنده حل آخر شعب شعب مطلوم شعب منهك شعب يعني سلطوا عليه الطائرة والمدفع والمختلف الأسلحة فكيف يكون قراره ما عنده غير أنه بصراحة ينسحب أحسن ما ينتي صوتا لواحد يعني لا مقتنع به ولا طيب خلي انتقل إلى ملف النازحين سيد فواز لضيق الوقت يعني ما زال الكلام في محور النازحين هذا الموضوع اليوم كانت هناك جولة ربما لوزيرة الهجرة معها كان النائب رعد الدهلكي اللي هو عضو اللجنة طبعا بعد ست سنوات ست سنوات مرت من النزوح يتحدث النائب اللي هو عضو في هذه اللجنة عن دراسة وبحث دراسات لأغلاق المخيمات هذه كيف تصف مثل هذا التصريح يعني نحن ندرس مثل هذه الخطوة يعني قلت لك المنهج الحكومي إلى حد الآن غير منهج دولة وأني أستغرب صراحة يعني أستغرب من بعض النواب اللي هم في الشأن حينما تتصل به للحديث عن هذه الأمور دائما يتعذر وهذه الأعذار هي واضحة شوف هي يعني الأمور ما تتمشي بمنهج دولة تتمشي بمنهج أحزاب معينة أو جماعات مسلحة معينة أكو أموال تنصرف مثلا للمهجرين المال من مجموع مية ما يصل كنسبة وتناسب من 15 إلى 20 بالمية ينصرف على المهجرين ومن ينصرف على المهجرين حتى هاي العشرين بالمية هم يطير منها يعني ما تتوزع بشكل صحيح ضرائب يعني بالضبط يعني أنت من بغداد ما يوصل للمبلغ مية ده يوصل لثمانين بالطريق يوصل لستين يفوت للمحافظة أربعين يطلع من المحافظة عشرين وهذا باحتراف طبعا هذا كلام السيد الوزيرة اليوم هي قالت قالت الأموال التي صرفت للمهجرين لن تصل إلى المهجرين ولا إلى النازحين ولم تصرف بشكل صحيح بأثرة الأموال والأموال ليست مليار ومليارين يعني مبالغ كبيرة مبالغ كبيرة جدا هذا من غير مبالغ اليو ان دي بي والمساعدات الدولية والمنظمات الدولية كل هذه الأموال زين اختفت مو بأثرة اختفت كيف اختفت اختفت في كواليس الجماعات اللي صرحونا بالوطنية والمثالية ويبتون على أهلهم وإحنا أهم شي نخدم أهلنا وناسنا ورح نحلكم ورح نحلكم مشاكلكم إن شاء الله بس أنتوا يعني على الانتخابات الجاية هم دفعة نحا ولو ربط فلهم يعني للأسف لا يزال العراق هو يدفع الثمن بكل شيء سواء من مناطق المحررة إلى الجنوب أيضا شكرا جزيلا لك الكاتب وصحفي فواز طيب شكرا جزيلا لك مشاهدين في الموقف الوبائي لهذا اليوم من إصابة فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم تسجيل 2862 إصابة بفيروس كورونا وأثنتين وسبعين حالة وفاة في عموم البلاد وقالت وزارة الصحة في بيان أنه تم فحصه 15788 نموذجا في كافة المختبرات المختصة لهذا اليوم وظيفة أنها سجلت 2049 حالة شفاء موزعة في عدد من المحافظات العراقية أما في صالح الدين فقد أعلنت خلية الأزمة فيها تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا وقال المتحدث باسم الخلية جمال عقاب إن مستشفيات المحافظة سجلت 34 إصابة مؤكدة بالفيروس توزعت في عدد من الأقضية وأشار إلى أن مستشفيات المحافظة سجلت أيضا 84 حالة شفاء مؤكدة هذا ووجه وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي بإنشاء مستشفى سريع للإنجاز مع مختبر متخصص في قضاء دجيل بالمحافظة وذكر المكتب العلامي لوزير الصحة والبيئة في بيان إن المستشفى يضم 50 سريرا ويكون الإنجاز سريعا وواطئ الكلفة وأشار البيان إلى توجيه الوزير أيضا بتخصيص مختبر لفحص فيروس كورونا المستجد في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين ويبدأ العمل في المستشفى مطلع الأسبوع المقبل هذا وأعلنت خلية الأزمة النيابية عن موافقة مبدئية لفرض الحظر الشامل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وقال عضو الخلية النائب عباس عليوي في تصريح صحفي إن اللجنة العليا لصحة والسلامة الحكومية وافقت مبدئيا على فرض الحظر الشامل للتجوال خلال أيام عيد الأضحى ولفت إلى أن اللجنة ستجتمع خلال اليومين المقبلين لإعلان الحظر بشكل رسمي وأنه أضاف إن قرار الحظر يأتي ضمن تقليل التجمعات في المناطق الشعبية والأسواق وغيرها من الأماكن التي قد تؤدي إلى تجمعات كبيرة تتسبب بارتفاع الإصابات وبين إن فتح الحظر في ظل ارتفاع معدل الإصابات أمر خطر وقد يتسبب بكارثة كبيرة قال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة عبدالأمير الحلفين العراق لم يصل إلى مرحلة انحسار فيروس كورونا وذكر في بيان له إن الجدول المنحني لوباء فيروس كورونا لا يوجد فيها انحسار للفيروس وبين إن الانحسار يعني بدء منحن الإصابات بالتنازل ويصل إلى مستويات واطئة وأضاف إذ أراد الحديث عن مرحلة انحسار للفيروس فهي تبدأ من 200 إلى 100 إصابة ويختزل ويبدأ بالتناقص فيما أوضح إنه ما زال يسجل حالات إصابة عالية والعراق لا يزال في مرحلة الذروة أعلن مدير إعلام قطاع الفارس العربي في قضاء عمرية الصمود بمحافظة الأنبار نظم الحديد انطلق حملة مسح عشوائي لتحري عن المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال المؤسسات أو خارج المؤسسات الصحية لسيطرة على الوباء وتوعية المواطنين وقال الحديد أن الفرق الصحية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا التابع للقطاع شرعت بحملة واسعة استهدفت عددا من المواطنين الذين أخذت منهم عينات عشوائية كإجراء احترازي يهدف إلى التحري عن وجود الفيروس بين صفوف المواطنين خارج المؤسسات الصحية وضف إن الحملة تهدف أيضا إلى عملية تطويق انتشار المرض حفاظا على سكان القضاء من تفشي الوباء أكدت وزارة العدل أنها لم تسجل إصابات جديدة منذ عدة أيام والوضع في السجون بتحسون تام فيما رصدت مفاوضية حقوق الإنسان عدم وجود آلية خاصة في التعامل مع مصابي فيروس كورونا من النزلاء في السجون من قبل الجهات المختصة أرجع مقرر لجنة التربية النيابية النائب طعمة التميمي أرجع تأجيل امتحانات السادسة العدادي إلى الأول من أيلول المقبل إلى ارتفاع درجات الحرارة والمخاوف من تفشي وباء كورونا في حين رجحت اعتماد التعليم الألكتروني في العام الدراسي المقبل في حال استمرار الفيروس مشاهدين الأكارم وصلنا وعيكم إلى ختام الخلاصة شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله اشتركوا في القناة